في سياق ردود الفعل الدولية بشأن الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس أشهدت دول عدة حول العالم بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطع غزة وتبدل الأسرى بين الجانبين وإدخال المساعدات وقد أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الساعة القادمة وفي هذا السياق رحبت الأمم المتحدة من خلال الأمين العام الأممي أنطونيو جوتريش بالاتفاق وقال إنها خطوة مهمة في الطريق الصحيح وأعربت مصر من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبها بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بغزة مؤكدا استمرار الجهود المصرية للوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة كما رحبت الخارجية الأردنية بالاتفاق مؤكدة على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب المستعرة على قطاع غزة وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا وفي ذات السياق قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية في قطاع غزة أما في واشنطن فقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه باتفاق إطلاق سراح الأسرة بين إسرائيل وحركة حماس الذي أعلن عن التواصل إليه بعد مفاوضات شاقة ومعقدة أما الصين فقد أصدرت بيانا رحبت فيه بهذه الهدنة المؤقتة وأعربت عن أملها في أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع